الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدئ الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المرضود عليهم ولا قوالين أمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريع البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقدة للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقدة لله ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما وزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلق ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ موسنكم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عياده لا تأخذ إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحرون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوته حفظه ما رمو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشق من الغيب فمن يكفر بالقابوت ويؤمن بالله فقد استمسك في العربة المفقى لأنفصى ملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم مرقاهم ويخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاجع ورهه وفي ربي أن آتاه الله كإن قال إبراهيم أربي الذي يحيي ويميت قال لأحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يهدي بالشمس من المشرب فاتبها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي يقع على قرية وهي خال يقل على عرشها قال أن لا يحييها لإله بعد قوتها فمات الله بأتعاليها ثم بعث قال كاللبيت قال لبيت يوما أو بعض يوم قال فالذي اتبعك عام فانظر إلى طوامك وشرابك لم يتسالنه وانظر إلى حمارك ولذي جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف أن ننشزها ثم نتفوها نحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء ضدين وإن قال إبراهيم رب أبني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطرئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فسرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يبقينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حربة آنبتت سبع سنائل في كل صنبلة مئة عبك والله يطاعف لمن يشاء والله آسر عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما نفع منه ولا أدى له أجرهم له أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة ويتبعها آداء والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تغضلوا صدقاتكم بالمن والأداء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صوانك عليه قرابه فانصابه وابده فتركه صدا لا يقدره على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل ومثل الذين ينفقون أموالهم اغتراء مرضى الله وتدد من أموال سهل كمثل جنة كمثل جنة بربرة أصالها وامن فلا تدفق لها ضرفين فإن لم يصبها وامن فقل والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب من نخيل وأعناب تجني من تحتها الأنهار له فيها ميئة كل الثمرات وأصابه انتبا وله ذبية وضعفاء فأصابها إرصار فأصابها إرصار فيهناه فاحترقت كذلك يغين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْفِقُوا بِأَنْطَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْهَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُونَ بِأْخِرِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِقُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويخبركم بالفرشاة والله يعدكم مرفرة منه أفضلا والله آسر العليم يُغْدِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُغْدَى الْحِكْمَةَ فَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ وَمَا نُفَقُتُمْ مِنْ نَفَقٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَجْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لَلَى الظَّالِمِينَ مِنْ أَرْصَا إِنْ تُبْلُوا الصَّدَقَاتِ فَلِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْرُهَا وَتُطْرُهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خِيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ ليسَ عَلَيْكَ هُنَاهُمْ وَلَكِنْ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِجْرَاءَ عَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُغْلَمُونَ للفقراء الذين أرسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف فتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا بالخير فإن الله به عليم الذين ليوافقون أمواله بالليل والنهار سروا وعلى بيتهم فلهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون لما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتعبقهم الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الضبا وأحل الله البيع وحرم الضبا فمن جاءه وفعظة من ربه فهاتها فله ما سلف وأبره إلى الله ومن عاد أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يمحق الله البيع ويقوم بصدقات اللهم لا يحب كل كفار أذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا والصلاة وعاتهم السفاة لهم أجرهم عيد ربهم لهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من اللباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأدروا بحرب من الله ورسوله وإن تبت فلكم أرسوا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانتهم أسرة فنغرة إلى ميسرة وأن تصدقوا ضعر لهم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بليل إلى أجل مسمى فاتبوا وليأكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليأكتب والهم للذي عليه الحق وليأكتب الله ربهم ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستقر أمي من له وفني للوليه بالعدل واستشهدوا شيئين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فردلوا ومعتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أخرى ولا يأب الشهداء عندما دعوا ولا تسلموا أن تكتبوا صغيرة أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصقوا عند الله وأقرموا للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حرقة تديرونها بينكم فليس عليكم تديرونها بينكم فليس عليكم تلاح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضع كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوء بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقموضا فإن أمن بعضكم ومقضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله رب ولا تكتب الشهادة ومن يكتبها فإنه مؤافم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر من يشاء ورد من يشاء والله على كل شيء قدير آمد الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائك به وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفوانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعرها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إلا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرعا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قلقت لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل وليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورة والإنجير من قبلنا للناس وأنزل الفوقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ونذره من تقام إن الله لا يخفى عليه شيء وفي الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيروا وفيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقولون وما آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعده فليدنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع لا سليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كنف بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلمون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا في الحين تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يعين بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لغن الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاقين المقنطرة والقلاقين المقنطرة من الذهب والفرطة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك مداع الحياة الدنيا والله عنده حصل المآل الحمد لله رب العالمين اللقاء المقنطرة من الذهب echtรιαي بالإجابة والعودة دوّو هنا ل騎ه شكرا